لا يبدو أن الإمارات عازمة على الخروج من اليمن فما إن تتناقل قنواتها الإعلامية أخبار قرب انتهاء مغادرة جنودها البلاد إلا ويكتشف سريعا زيف هذه الإدعاءات في سقطر هذه المرة تصعيد إماراتي عبر أدواتها المتمثلة بالمجلس الانتقالي عمدت إلى محاصرة مقر سلطة المحلية بالمحافظة مطالبة بإقالة المحافظ رمز محروس تأتي تحركات الإماراتية ضد محروس بعد أيام من منع مطار سقطر عددا من الأجانب القادمين على مطن طائرة إماراتية يعملون ضمن طواقم مؤسسة خليفة الإماراتية من الدخول إلى المحافظة دون فيزة رسمية هذا المنع جاء تنفيذا لتوجيهات سابقة أصدرها المحافظ محروس بمنع دخول الأجانب إلى الجزيرة دون إجراءات قانونية وهو الأمر الذي لم يلتزم به الإماراتيون ولا العمالة التابعة لهم المحافظ محروس من جانبه حمل قائد قوات التحالف مسؤولية ما يجري من تمرد في المحافظة من قبل عناصر الانتقال مؤكدا إعطاء التحالف مهلة لإنهاء التمرد المكتب التنفيذي بمحافظة سقطرة ندد بالتحركات الإماراتية الساعية لإقالة المحافظ محروس رافضا استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرة العمل الإنساني لخرق النظام والقانون إلى ذلك اعتبرت مصادر حكومية ما تقوم به الإمارات في سقطرة بمثابة انقلاب على اتفاق الرياض المزمع توقيعه خلال الأيام القادمة ومؤشر واضح على نواياها المبطنة تجاه الشرعية